بسم الله الرحمن الرحيم معكم عبود عيسى من قناة عبود للزراعة سنقوم اليوم في الفيديو بالعمل التالي سنقوم بتطعيم شجر التين شجر التين وبطريقة منهجية وبطريقة سهلة ودون أن نعقد أعمالنا أولا تحضير الأسفين القلم وأسفين التين وسأقوم بتحضيره وأقوم بتطيين هذه الشجر طبعا الأسفين يجب أن يكون بهذا الشكل ويراعى ذلك أن يكون طرفه كالسكين طرفه بهذا الشكل هذا الأسفين للقلم وسأقوم بتسويته بشكل مناسب سأقوم بتسويته بشكل مناسب الوقت اليوم هو ثمانية أو عشرة شباط 2021 إذن هذا هو كثير من المتابعين يطلبون مني الموعد وموعد تطعيم التين بهذه الطريقة بهذه الطريقة موعد تطعيم التين بهذه الطريقة يكون في منتصف شباط وأقرب أو في عشرة شباط أو سبعة ثمانية شباط وما بعد وأقوم بقص هذه هذا الغصن لغاية ما تطعيم التطعيم سهل ويسمى هذا تطعيم شق أقوم بشق هذا الغصن بهذا الشكل كما ترون وأراعي في الشق أن أقوم لوضع الأسفين طبعا الأسفين يجب أن يكون من جهة أو سع من جهة حتى يكمل الدائرة أيضا ننتبه إلى ملحوظة مهمة وهي أن نضع القشر مقابل القشر وإذا كان قشر الشجرة الأم دو سماكة أكثر نراعي أن نضع الكامبيوم الوعاي أو الكامبيوم الخشبي الخشب مقابل الخشب إذا نراعي نراعي أن نضع الخشب مقابل الخشب أقوم بوضع الأسفين كما ترون أقوم بسحب هذه إذن أرى هنا أن كما ترون أنا أضع القشر مقابل القشر وأراعي أن يكون الخشب مقابل الخشب وليس القشر مقابل القشر لأن الشجرة الأم يكون قشرها أكثر أسمك من القلم لذلك إن خرج القلم قليلاً وجلده قليلاً إلى الخارج فإعلم أخي المجارع بأنك على الطريق الصحيح في التطيئة. أيضاً ملحوظة أخرى بالنسبة للتطيئة بطريقة القلم أن نراعي الشد في المنطقة السفلة قبل أن نقوم بشد الطعم بشريط لاسق اذا يفضل أن نقوم بربطها من الأسفل بقوة حتى لا يدخل إليها الهواء الجاف و تموت حتى تنتقل بسهولة من هذه المنطقة ينتقل من القشر تنتقل النسق الناقص وهو النسق الذي يحوي الماء والأملاح الماء. من الجذر ريثما يأتي الربيع وتقوى هذه الشكل يقوى هذا الطعم اذا الافضل ان نقوم كما ترون بشد ولو بخيط بشد الشجرة الام من الاسفل بقوة حتى تنطبق انطباق كامل على الطعم اراعي دائما في التطعيم ان اكون دقيقا في هذه الايام اذا التطعيم بالشق مناسب وفي كل وقت من اوقات السنة هناك تطعيم والتطعيم الذي يناسب المنطقة هو الوقت الزمني للاشجار في هذا الوقت هو الشق ومن ثم اللحائي ومن ثم اللحائي اذا اقوم بشد الطعم بهذا الشكل طبعا القلم قمي معنى كلمة قمي اي من قمة الشجرة القلم هذا من قمة الشجرة اذا كان مقطوع قطع يراعى ان يغطى بشيء من البلاستيك او ما شابه ذلك اذا اقوم بتغطية منطقة الطعم حتى لا تجف حتى لا تجف يجوز تطعيم التين بكل الطرق ولكن في اوقات زمنية محددة وسأريكم مثالا على التطعيم بواسطة الشق الذي يشبه حرف تيف باللغة الاجنبية سأريكم الآن هذا النوع من التطعيم قمت بتطعيمه في حزيران من 2020 وفي الوقت الاخير من التطعيم بعد حزيران يتموز تقريبا ولم تنمو الشجرة لم ينمو الطعم وسينمو هذه السنة بقوة عالية اذا قمت بتطعيم كما ترون قمت بتطعيم هذه الشجرة بنوع اخر غير اللون الاصفر وهو لون تين اخضر تين اخضر وفي فيديوهات قادمة اثناء وعند نمو هذا الطعم ان شاء الله وقد يفشل هذا الطعم لكن الطريقة المنهجية هي هذه الطريقة وقد يفشل الطعم لعدة ظروف وكما وعدتكم سأريكم الطعم بشكل ته لكنه ليس في هذه الأوقات وانما في حزيران وتموز وآب ويلل وخلال اوقات السنة كاملة يرعى في ذلك ان يوضع في غلاف بلاستيكي ومن ثم غلاف ورقي حتى لا يجف ولا تضربه اشعة الشمس وباعتبار هذه النبتة كما ترون هي في الظل في الجهة الشمالية من الحائط فلم اقم بتضليلها ولكني قمت بتطعيمها بشكل حرف اتش كما ترون هذا هو الطعم هذا هو طعم كما ترون وهذا هو اثار الشق وهو بشكل حرف تي مقلوب ويجوز ان يكون بشكل حرف تي غير مقلوب ويجوز ان يكون بشكل حرف اتش كما ترون هذا بشكل حرف تي لكنها مقلوبة وهذا هو الطعم هذا هو الطعم لم يتبرعم الا قليل جدا لانه كان في وقت متأخر من الصيف الماضي وسيتم نموه في هذه السنة وسيتم نموه في هذه السنة وهذه الطريقة كما قلت هي الطريقة التي تكون في الصيف واثناء خروج الاوراق اما الطريقة اما هذه الطريقة اما هذه الطريقة فهي في شباط اليوم تسعة او ثمانية شباط يجوز بعد سبعة او ثمانية شباط يجوز ان نقوم بالتطعيم بوسط الشق الشرطة الاساسي ان تغلف منطقة التطعيم الشق بشكل جيد ان يشد الشجرة الام من الاسفل حتى لا يزداد طول الشق ايضا يجب ان يكون القلم قمي وان كان القلم قمي لا يحتاج الى لا يحتاج الى تغطية من منطقة القطع من منطقة القطع طبعا يجوز الاخوة المزارين يجوز ان نضع كيس من النيلو نغطيه ونضلله اذا انا اقوم بتغليله لذلك لا احتاج الى ذلك وهذا مثال كما قلت طعم اخر وان شاء الله في الوقت القادم ساقوم بتطعيم نفس هذا الغصل وهو تدريبي طبعا انا اقوم بالعمل هذا تدريبي وتعليمي للمزارعين وساقوم بتطعيم هذا الغصل بالقلفي والقلفي اي لحائي لحائي نفس طريقة اللحاء قطع تحت اللحاء بينما هذا الطعم شق هذا شق اقوم بشق الكامبيون الخشب شق الخشب ووضع الاسفين فيه اما اللحائي فاقوم بوضع الطعم او القلم التطعيم بين اللحاء والخشب او الكامبيون كما يقال علميا الكامبيون الوعائي اضع الطعم به ما بين الاثنين ويسمى بالتطعيم اللحائي اذا هذا التطعيم درعي او قطع وهذا تطعيم لحائي صيفا كما ترون امام اصبعي هذا تطعيم لحائي صيفي يجوز لاي مواطن او لاي مزارع ان يقوم بهذا العمل خلال فترة الصيف كلها لكن كلما بكر وانتجت الشجرة اوراق يكون الطعم افضل واقوى لكن في السنة الثانية يعوض كما ترون وفي المثال الاخر ساقوم بقطع هذه الشجرة وهي كما قلت هي لتعليمية انا اتخذتها تعليمية ساقوم بتطعيم عند سرايان العصارة عند سرايان العصارة اقوم بتطعيمها بالتطعيم اللحائي واقطع هذه الشجرة والتطعيم اللحائي يحتاج الى ان تكون العصارة او النسغ الناقص الماء والاملاح المعدنية كما يقول في العلم علمات زراعة اقوم به عندما تسري العصارة يكون تقشير هذه الشجرة سهل اشكروا متابعتكم كان معكم عبد العيسى من ريف حلب وإلى فيديوهات اخرى استودعكم الله وإلى اللقاء